بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة سيهام الوعلى من معاهد وبرامج تربية الفكرية من مرحلة المتوسطة سوف نتعرف على درس من مادة لغتي للصف الأول وتوسط أولا حتى نستفيد سويا طلابي وطالباتي من هذا الدرس هناك قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها ونطبقها سويا إذن ما هي قوانين التعلم عن بعد؟ أولا ماذا أفعل؟ أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية إذن أبحث عن مكان هادئ لحضور الحصة الدراسية بعد ذلك أقوم طلابي وطالباتي بتجهيز جهاز الكمبيوتر أو الجوال استعدادا لحضور هذا الدرس ومن ثم أطلب المساعدة عند حاجتي لتشغيل الجهاز إذن أطلب المساعدة من والدتي أو أحد أخوتي عند حاجتي لتشغيل الجهاز بعد ذلك نتذكر أن يكون الحضور والاستعداد قبل الحصة بدقائق ثم من قوانين التعلم عن بعد أجلس جلسة صحيحة استعدادا لحضور هذا الدرس ولا أنسى طلابي وطالباتي أن أجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية إذن نجلس حتى انتهاء وقت الحصة الدراسية أيضا من قوانين التعلم عن بعد يجب علينا أن نستمع جيدا لكلام معلمي ومعلمتي عندما يتحدثون حتى نستفيد من هذا الدرس بعد ذلك كما تعودنا بعد الانتهاء من الدرس ماذا نفعل؟ نقوم بإعادة أدواتنا المدرسية في الحقيبة المدرسية الخاصة بي أو في المكان المخصص لها إذن موضوع درسنا طلابي وطالباتي لهذا اليوم هو ألو التعريف إذن سوف نكمل موضوع درسنا السابق وهو ماذا؟ ألو التعريف أحسنتم يوجد لدي بعض الأهداف أو هدف عام وأهداف خاصة سوف نحققها بإذن الله في نهاية هذا الدرس مع الطلاب والطالبات أولا الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على ألو التعريف الأهداف الخاصة لهذا الدرس هي أن يشير الطالب والطالبة إلى ألو التعريف داخل الكلمة بشكل صحيح أن يستخرج الطالب والطالبة كلمات بها ألو التعريف من بين مجموعة من الكلمات بشكل صحيح أن يدخل الطالب والطالبة ألو التعريف على الكلمات ثم يكتبها بشكل صحيح وأخيرا أن يكتب الطالب والطالبة بعض الكلمات المعطاة بعد إضافة ألو التعريف بشكل صحيح إذن نتذكر سويا طلابي وطالباتي من هي ألو التعريف إذن نتذكر من خلال شريط الذكريات كما تعودنا مع المعلمة من هي اللو التعريف؟ إذن أحسنتم اللو التعريف هي عبارة عن حرفين وهما الألف واللام هما الألف واللام تتصل اللو التعريف مع من؟ مع الأسماء فقط لتحولها من نكرة إلى أسماء معرفة أيضا قالت لنا المعلمة سابقا أن اللو التعريف تحب من؟ تحب الأسماء فهي عندما تشاهد اسم تذهب لتتصل به وتحوله من اسم نكرة إلى اسم معرفة مثل نقرأ الكلمات التي باللون الأحمر أمامي أو الأسماء أولا معلمة قلم حديقة هل هذه أفعال أم أسماء؟ ننظر ونستمع مرة أخرى معلمة قلم حديقة أحسنتم إذن هذه جميعها أسماء ماذا يحدث عندما تتصل اللو التعريف بتلك الأسماء؟ إذن ماذا سوف يحدث؟ أحسنتم سوف تقوم اللو التعريف بتعريف تلك الأسماء وتحولها من نكرة إلى أسماء معرفة إذن اللو التعريف سوف تفعل ماذا؟ سوف تقوم بتعريف تلك الأسماء عندما تقوم بالذهاب إليها الآن سوف نقرأ ونكتشف ما نوع الكلمات التي أمامي أو الأسماء التي أمامي نقرأ طاولة أحسنتم الكلمة الأخرى حقيبة باب وأخيرا بنت هل هذه الأسماء نكرة أو أسماء معرفة؟ أحسنتم هي أسماء نكرة إذن هي أسماء نكرة لا يوجد بها اللو التعريف من الذي سوف يقوم بتعريفها لنا؟ موضوع درسنا أحسنتم هي ألو التعريف إذن ألو التعريف سوف تقوم بتعريف تلك الأسماء طاولة سوف تصبح الطاولة أحسنتم حقيبة سوف تصبح استمع إلى نطق المعلمة الحقيبة أحسنتم بعد ذلك باب عندما نقوم بتعريفه سوف يتغير لفظ الكلمة تصبح أحسنتم الباب بعد ذلك بنت سوف تصبح البنت أحسنتم أصبحت أسماء معرفة إذن أصبحت أسماء ماذا؟ معرفة لأننا قمنا بتعريفها بأل التعريف الآن سوف نسترجع سويا قاعدة دخول ألو التعريف وهروب التنوين نتذكر هذه القاعدة بأن ألو التعريف عندما يدخل على الأسماء من الذي سوف يهرب؟ سوف يهرب التنوين لأنه لا يحب ألو التعريف نقرأ الكلمات التي سوف تظهر أمامي مع المعلمة نقرأها ونستمع جيدا غرفة ماذا سوف تصبح بعد إضافة أل التعريف؟ من الذي سوف يهرب؟ أحسنتم سوف يهرب التنوين سوف تصبح الكلمة الغرفة نستمع مرة أخرى إلى الكلمة الأخرى مدرسة سوف أقوم بإضافة أل التعريف من الذي سوف يهرب؟ أحسنتم سوف يهرب التنوين لتصبح الكلمة المدرسة في الكلمة التالية فراشة ماذا سوف تصبح الكلمة؟ أحسنتم الفراشة من الذي هرب؟ هرب التنوين أحسنتم أنظر إلى نهاية الكلمة أصبحت لديه ماذا؟ حركة الضم لقد هرب التنوين عندما أتت ألو التعريف بالكلمة الأخيرة لعبة سوف تصبح الكلمة مع ذا؟ أحسنتم اللعبة لقد هرب التنوين وتغير نطقي للكلمة إذن الآن سوف نقوم بحل بعض الأنشطة أريد منكم طلابي وطالباتي النظر جيدا والاستماع ومساعدة المعلمة في حل تلك الأنشطة أولا من خلال استراتيجية الدقيقة الواحدة ألو التعريف تتصل مع الأسماء فقط السؤال رقب اثنان ألو التعريف تأتي في أول الكلمة؟ إجابة صحيحة أم خاطئة؟ أحسنتم صحيحة إذن ألو التعريف تأتي في أول الكلمة لا استطعتم الإجابة على تلك الأسئلة قبل انتهاء الوقت إذن أحسنتم طلابي وطالباتي الآن أنظر إلى النشاط التالي وأستمع أدخل ألو التعريف على الكلمات ثم أقرأها سماء أرنب جمل سقر سماء سوف تصبح ماذا؟ السماء أحسنتم سوف نقوم بإضافة ألو التعريف في بداية الكلمة أرنب سوف تصبح ماذا؟ الأرنب أحسنتم قمنا بإضافة ألو التعريف لتعريف هذه الكلمات جمل سوف تصبح ماذا؟ الجمل أحسنتم وأخيرا سقر سوف تصبح ماذا عندما أقوم بإضافة ألو التعريف؟ أحسنتم سوف تصبح السقر إذن الآن أنظر إلى الوسيلة التي أمامي وأريد منكم مساعدتي في إطلاق البالون الذي يحتوي على الكلمة التي يوجد بها اللو التعريف نقرأ الكلمات في البالون الأول قرأ أحسنتم باللون الوردي ثم أحمد أحسنتم الكتاب إذن قرأ أحمد الكتاب هي جملة أريد منكم إطلاق البالون الذي يحتوي على كلمة معرفة بالل التعريف إذن أين هو البالون أو بأي لون أحسنتم البالون البرتقالي في كلمة الكتاب إذن سوف نطلق البالون الذي يحتوي على الكلمة التي تجتمل على اللو التعريف إذن إجابة صحيحة إذن اللو التعريف تقوم بالاتصال مع الأسماء لتعرفها كما في كلمة الكتاب ننظر الآن إلى أنشطة الكتاب نشاط رقم واحد في الكتاب المدرسي أريد منكم بفتح الكتاب المدرسي على النشاط رقم واحد كتاب لغتي للصف الأول متوسط نقوم بإيصال اللو التعريف بماذا؟ بالكلمات النكرة ماذا أقصد بالكلمة النكرة؟ التي لا تحتوي على اللو التعريف إذن سوف أقرأ لكم الكلمات وأريد منكم الاختيار من بين الكلمات النكرة لنقوم بتعريفها بإيصالها بالو التعريف كلمة الأولى الثوب غابة الكتاب زرع أو زرع عفوا قطار المعلم مزرعة القلم أين هي الكلمات النكرة لنقوم بإيصالها بالو التعريف؟ أولا في الصف الأول كلمة ماذا؟ غابة أحسنتم سوف تصبح الغابة في الصف الأول أيضا توجد هناك كلمة نكرة لا تحتوي على اللو التعريف أين هي؟ أحسنتم زرعون سوف تصبح الزرع في الصف الثاني يوجد هناك كلمات نكرة أين هي؟ قطار أحسنتم سوف تصبح القطار أيضا يوجد هناك كلمة مزرعة أحسنتم سوف تصبح المزرعة إذن بهذه الطريقة سوف نقوم بحل النشاط رقم واحد في الكتاب المدرسي الآن أريد منكم اختيار الكلمات التي تشتمل على اللو التعريف من خلال القرص الدوارة الذي أمامي سوف أقرأ لكم الكلمات إذن سوف أختار باللون الأصفر الكلمة الأولى التي تحتوي على اللو التعريف أين هي؟ هل هي تفاحة أو التفاحة؟ أحسنتم التفاحة هي إجابة صحيحة الدراجة أو دراجة أين هي؟ الكلمة التي تشتمل على اللو التعريف أحسنتم الدراجة إجابة صحيحة إذن الكلمات التي هنا هي الكلمات التي تشتمل على اللو التعريف إذن يجب علينا مراعاة الآتي عند اكتساب هذه المهارة مع طلاب وطالبات ذو الإعاقة الفكرية أولا أن يشترك كل من الأسرة والأخصائية والمعلم في التدريب على هذه المهارة بطرق تم الاتفاق عليها معا أن تجزأ المهارة المرادة اكتسابها إلى مهام صغيرة حتيسة لكتسابها ولا ننسى مراعاة قدرة وإمكانيات الطلاب والطالبات عند التدريب لدي بعض التوصيات أو عفوا كيف نعمم المهارة مع الطلاب والطالبات أولا على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال تكرار كلمات تتضمن للتعريف من الحياة اليومية على الطلاب والطالبات وكتابتها وتعريف الكلمات النكرة أخيرا لدي بعض التوصيات للأهالي العمل على الاطلاع والمشاهدة على تكرار الدروس ضرورة حرص الوالدين على متابعة أبناهم الالتزام بالمراجعة الدورية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورة ومتابعة تقدم تحصيلهم الدراسي أول بأول بعد ذلك خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل وأخيرا نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل شكرا لحسن استماعكم ولا ننسى طلاب وطالبات أن لغتي العربية تمثل هويتي كانت معكم المعلمة سهام الوعلى